الأسلحة الكهرومغناطيسية هي أحد أنواع أسلحة الطاقة الموجهة والتي تستخدم الإشعاع الكهرومغناطيسي لتقديم الحرارة والميكانيكية والطاقة الكهربائية إلى هدف موجه يمكن استخدامها ضد البشر والمعدات الإلكترونية والأهداف العسكرية عموماً اعتماداً على نوع التكنولوجيا لكن لماذا تسعى المملكة العربية الصعودية للحصول على هذا النوع من السلح؟ لا بد من الإشارة أن هذا النوع من السلح المدافع الكهرومغناطيسية على سبيل المثال هي موجهة بالأساس لموجهة التهديدات الناضجة والتي تشكلها الصواريخ السريعة مثل الصواريخ الباريستية وسواريخ الكروز الفرد صوتية والمركبات الانزلاقية الفرد صوتية هناك مجموعة من الدول والتي تفوقت في هذا المجال من بينها روسيا، الصين، الهند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة ومؤخراً دخلت إسبانيا على هذا الحط لذلك الموقع الاستخباراتي العالمي تاكتيكال روبرت يتحدث عن سعي المملكة العربية السعودية وخصوصاً الشركة السعودية للصناعة العسكرية سامي والتي تلقت عرضاً من الإسبانيتين إيندرا ونفانتيا وذلك للحصول على أسلحة بحرية كهرومغناطسية وقال الموقع أن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعة العسكرية والد أبو خالد يقوم بمراجعة عروض الشركتين للحصول على أسلحة بحرية كهرومغناطسية يقول أحد العلماء المختصين في هذا المجال أن العالم سيواجه خلال أي حرب المستقبلية خصوصاً إذا ما توجهت فيها قوات عسكريتان كبيرتان كالصين وروسيا أو الولايات المتحدة سيواجه سلاحاً جديداً يمتلك تأثيراً تدميرياً يفوق بأشواطنا الأسلحة النووية لكن من دون أي آثار وسقوط ضحايا بشرية كتلك التي تصاحب القنابل النووية بما يشبه إعادة الدول المستهدفة إلى العصر الحجاري إنه السلاح الكهرومغناطسي والذي يصف بأنه قاتل الحضارة لأنه ببضع ثوان سيكون قادراً على تدمير وإتلاف كل ما تملكه أي دولة مستهدفة من منشآت وآلات وأجهزة إلكترونية وكهربائية ما يجعل الدول المستهدفة تحتاج إلى عشرات السنوات كي تستطيع إعادة بناء ما قد تدمر بثوان قليلاً وقد شكل وجود هذا السلاح لدى العديد من الدول أحد أهم وأبرز الأسباب التي منعت وتمنع أمريكا من مواجهتها عسكرياً بشكل مباشر فالصين تتمتع بقدرة توجيه الضربة الأولى وإدابة شبكة الطاقة الأمريكية من خلال هذا السلاح وهذا ما يعترف به فريق العمل الأمريكي المعني بمتابعة هذا النوع من التهديدات عن الأمن القومي والداخلية حيث أصدر تقريراً وصف بالمخيف في عام 2020 كشف فيه عن قدرة الصين على شن هجوم بالنبض الكهرومغناطيسي على بلاده بعدما باتت الأولى تمتلك أسلحة فائقة النبض الكهرومغناطيسي وتعرف كيف تحمي نفسها من هجوم بالقوة الكهرومغناطيسية وأنها طورت بروتوكولات لشن هجوم بالضربة الأولى مضيفاً أن سلطات بكينة أنشأت شبكة من الأقمار الصناعية والصواريخ عالية الصرع فرط صوتية وأسلحة النبضات الكهرومغناطيسية الفائقة والتي يمكن أن تصهر شبكة أمريكا الكهربائية كلها وتلغي كل قدرات الاتصالات وحتى قدرة مجموعات حاملات الطائرات على الاستجابة للتهديد ووفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية تمتلك الصين ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من الأسلحة عالية التقنية لمهاجمة الشبكة الكهربائية والتقنيات الرئيسية والتي يمكن أن تتسبب في هجوم مفاجئ يشبه إلى حد كبير ذلك الذي حصل في بيرل هاربر ترجمة نانسي قنقر